هنا رياض أهلا بكم سفينة أستانا تبحر وسط أمواج التوتر والاتهامات روسيا تحذر الأسد من خرق وقف إطلاق النار وتصفه بغير المقبول وغطرسة وفد النظام تنظر بانتهائها إلى لا شيء معركة الموصل استعدادات مكثفة لاستعادة الشق الغربي من المدينة الكثافة السكانية في المنطقة المستهدفة تنظر بوقوع مجازر وتوجس سياسي لما بعد داعش انطلقت المحادثات بين النظام والمعارضة السورية في العاصمة الكزاخية أستانا وسط أمال بالعبور من خلالها إلى طاولة جنيف السياسية الشهر المقبل البداية لا توحي بذلك فرئيس وفد النظام يصف خصومه بمجموعة من الإرهابيين فيما شددت طهران بعد دقائق من انطلاق المحادثات أنها لا ترى بديلا عن الأسد تصريحات جميعها تؤشر إلى غياب أي أفق سياسي منظور لمفاوضات أستانا وفي ظل بوادر الإخفاق خصوصا مع غياب أي أجندة واضحة للمؤتمر تتبادر التساؤلات عن الدور السياسي أو الدور الروسي والاختبار العسير لمدى قدرته على الخروج بهذه المفاوضات من عنق الزجاجة وهو ما يتقاطع مع التوجسات رئيس وفد المعارضة محمد علوش الذي أكد أن رغبة موسكو في الانتقال إلى دور محايد تعرقلها إيران ونظام الأسد فأي اختراق يمكن أن تقدمه محادثات الأستانا للنزاع في سوريا وماذا عن الدور الروسي تجاه مماحكات النظام ورغبته الواضحة في إفشال المؤتمر وهل تختصر مخرجات أستانا في عنوين ترحل إلى جينيف جليد الأستان ربما لن يزيد مفاوضات السلام السورية سوى مزيدا من الجمود فعلى رغم من سعي الأطراف المشاركة في المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار المواقع نهاية ديسمبر الماضي لا تزال الهوة شاسعة بين وفد المعارضات السورية المسلحة ووفد الأسد المستند في مواقفه على حلفائه روسيا وإيران وميليشياتها ورغم برودة اللقاء الذي يعد أولى لقاء مباشر بين طرفي نزاع منذ ست سنوات عبرت كازاخستان عن أملها في أن يكون الاجتماع فرصة لتهيئة الظروف للتوصل إلى حل للأزمة اجتماع اليوم هو دليل واضح لجهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للوضع في سوريا كازاخستان ترى أن الطريق الوحيد للتوصل إلى حل للنزاع في سوريا هو من خلال المفاوضات القائمة على التفاهم والثقة المتبادلة وأعبر عن ثقة أن اجتماع أستانا سوف يخلق الأجواء الضرورية لكل الأطراف لإيجاد حل مناسب للأزمة السورية في إطار عملية جينيف التفاوضية وفي ظل مشاركة روسيا وتركيا راعيتي اتفاق وقف اطلاق النار إلى جانب الأمم المتحدة ممثلة في استفاندي مستورة والولايات المتحدة بسفيرها في كازاخستان وإيران في المفاوضات ركز وفد المعارضة على المناطق التي تشهد انتهاكات للاتفاق ومنها وادي بردة وشدد على ضرورة وقف اطلاق النار في عموم البلاد وتطبيق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ما قد أتينا إلى هنا لا من أجل تقاسم السلطة ولا بحثا عن نفوذ بل جئنا لمعيد سوريا إلى الحياة ومستعدون أن نذهب إلى آخر مقطة في الدنيا لنعيد الأمن والسلام أما وفد الأسد فسعى للتقليل من شأن وفد المعارضة وأنه لا يثم بنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ووصل به حد التطاول إلى وصفه بأنه وفد جماعات إرهابية يفتقر للدبلوماسية تغطرس واضح من جانب وفد الأسد ليظل العنوان الأبرز في أي مفاوضات يدخلها هو عدم إظهار أي نوايا حسنة لتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة سوريين ومحنتهم المستمرة منذ سنوات لبرنامج هنا رياض شادي أنور والنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عند حوار أستانا والانطباعات بشأنه وعدم وضوح أجندته رغم انطلاقه ينضم إلينا من دبي المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا ومن إسطنبول الكاتب الصحفي الخبير في العلاقات العربية التركية الزاهد قول ومن موسكو دكتور هاني شادي الكاتب والباحث في الشأن الروسي مساء الخيط لكم جميعا وأبدأ بسيد رياض آغا أهلا وسهلا بك سيد رياض قبل أن تبدأ أو يبدأ أستانا كان هناك هرج كبير وكثير حول هذا المؤتمر هل يبدو اليوم المؤتمر في يومه الأول واضح المعالم؟ أولا نحن نظرنا بإيجابية إلى هذا المؤتمر في جلساتنا التي انعقدت قبل أيام في الرياض وأعلننا أننا مع كل مبادرة تحقن الدم السوري وتسعى للوصول إلى حل سياسي وبالتالي لاحظنا هذا التوجه من روسيا في أن تتحول إلى ضامن إلى راع وأن تجد حلا سياسيا وكنا على مدى السنة الفائتة وما قبلها نذكر دائما بأن المشاركة الروسية في حرب دموية مأساوية هي التي أطالت أمد المأساة في سوريا وبالتالي ننظر بإيجابية أيضا إلى إمكانية أن تتحول روسيا حقا إلى دول محايد بل نرجو أن تستيقظ على حقيقة ما يحدث ولعلها اليوم ترى أن النظام الذي دعمته ووقفت إلى جواره خلال الفترة السابقة نظاما لا يريد وقف إطلاق النار نظاما يريد أن يستمر في نزيف الدم يريد أن يستمر في قتل شعبه وأنه ينظر إلى كل من يعارضه على أنه إرهابي وعلى أنه يريد من الذين خرجوا عنه أن يرفعوا أيديهم مستسلمين وأن يكتفوا بأن يعفوا عنهم غير مهتم أو آبه بملايين الناس الذين شردوا بمليون شهيد بمليون مصاب معاق وغير مهتم بالآلاف الذين ماتوا أو يموتون في الاعتقال نحن مضينا إلى مؤتمر أستانيا نمد يدا للسلام نبحث عن حل سياسي وبالتالي بدأ من خطاب الأخ محمد علوش الذي ترأس الوفد في خطاب الافتتاح بدت طلباته المعارضة لا تطلب أكثر من وقف إطلاق النار لا تطلب أكثر من وقف نزيف الدم ولم يقل كلمة خارجة عن ذلك ومع هذا رأيتم للأسف كيف كان رد مندوب النظام وما أدري عندما تحدث عن الدبلوماسية بأي لغة دبلوماسية عبر عن رأيه لذلك أرى أنها لحظة امتحان الامتحان الأول لروسيا في أن تكون ضامنة وراعية للسلام وبالتالي بعد أن دخلت في سوريا هذا المدخل الصعب عليها أن تجد مخرجا حسنا نعم دكتور آغا أنتقل إلى دكتور شادي دكتور شادي أهلا وسهلا بك من موسكو برأيك هل يعني روسيا اليوم تتغير تنظر إلى الأزمة في سوريا أنها أزمة اليوم يجب أن تنتقل من مستوى أو من كونها صراعا مسلحا إلى التوصل إلى تسوية سياسية أعتقد حاليا أن روسيا تنظر للأزمة السورية أو من هذا المنظور الانتقال من الحلول العسكرية إلى الحلول السياسية لماذا؟ خاصة أن وزير الخارجية الروسي قبل أسبوع أقر بأن لو لا التدخل العسكري الروسي لا سقطت دمشق خلال ثلاثة أسابيع أعتقد لماذا؟ لماذا؟ روسيا حاليا حققت بعض أهدافها ومنها الحصول على قاعدتين عسكريتين دائمتين في سوريا أي أن التواجد العسكري الروسي بات دائما وهذا في رأيي كان أحد أهداف التدخل العسكري لم يكن التدخل العسكري فقط لإنقاذ الحكومة أو النظام السوري بل كانت له أهداف جيوسياسية منها سعود روسيا في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي تحقق ذلك جزئيا من خلال إقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين في سوريا روسيا أعتقد أنها لا ترغب أكثر من ذلك في استمرار القتال العسكري ولكنها في نفس الوقت تصر على مواصلة محاربة الإرهاب وتحديدا تنظيم داعش وجبهة النصرة ومن ثم سوف تواصل روسيا درباتها العسكرية لهذين التنظيمين ولكنها تسعى في الوقت الحاضر لنقل المسألة من الحل العسكري للحل السياسي خاصة لابد أن نأخذ في الحسبان وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب هناك على ما يبدو ستكون بعض التفاهمات بين موسكو وترامب حوالين الموضوع السوري وخاصة في موضوع مكافحة الإرهاب وبشكل عام كما نرى أن جميع اللاعبين في الأزمة السورية يرددون دائما ومنذ فترة طويلة بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا ولكن الحل هو سياسي وديبلوماسي وهو ما تحاول روسيا أن تقوم به كما حاولت من قبل من خلال المؤتمرات أو المشاركة في المؤتمرات السابقة سواء في جينيف أو في فيينا نعم أهلا وسهلا بك سيد قل معنا نعرف أن اتفاق أنقرة في الأساس هو الذي أفضى إلى أستانا اليوم ونعرف اليوم كما تحدث السيدين آغا وشادي بخصوص الاجتماع هل يعني وصلت تركيا إلى نقطة مثل ما وصلت روسيا إلى هذه النقطة أنه يجب أن ينتهي هذا الصراع يجب أن يدخل إلى مستوى التسوية السياسية أم أن تركيا اليوم بعد هذه الفترة الطويلة فيما يخص الأزمة في سوريا ترى أن الأمور لا تبدو واضحة أو أن المجال لن يعد كونه مؤتمر ربما يسهم إلى اتفاق أكثر من كونها تسوية يعني أعتقد سواء بيان موسكو الذي بثق عنه مؤخرا مؤتمر الأستانا أو حتى إذا ما نظرنا إلى التصريحات السابقة خلال السنوات الماضية بشكل عام أعتقد أن غالبية الدول التي حتى دعمت دعني أقول المعارضة المسلحة السورية كلها لم تتنازل أو لم تتخلى عما يمكن تسميته بالحل السياسي للأزمة السورية بالعكس الكل كان يتمنى وأعتقد أن تركيا حتى هذه اللحظة أيضا تتمنى أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية بحيث يفضي هذا الحل السياسي إلى يعني على أي قاعدة على أي قاعدة ربما عن السلطة وبالتالي عودت السلطة عمليا إلى الشعب الذي ضحى بالألاف وعشرات المئات الآلاف من الناس حتى هذه اللحظة وبالتالي أعتقد أن مفهوم الحل السياسي ليس غائبا بشكل عام في الرؤية السياسية لدى غالبية الدول التي دعمت حتى المشهد السوري المسلح وبالتالي أعتقد ليس هناك جديد فيما يتعلق بالرؤية تركيا فيما يتعلق بالحل السياسي لكن الجديد في الموضوع حقيقة هو أن توافقا تركيا روسيا من المؤكد قد حصل فيما يتعلق بهذا الحل السياسي وتفاصيل أو محطات هذا الحل السياسي بإمكاننا أن نعتبر الأستانة محطة لمحطات أخرى قادمة سواء في الأستانة أو غيرها وبالتالي تطبيق هذه الخارطة خارطة الطريق المتوافق عليها بشكل عام في خيوطها العامة في خطوطها العامة بين الطرفين لكن تنفيذ هذه الخطة بأسرع ما يمكن حتى تصل إلى نتائجها خلال سنتين أو ثلاث سنوات هو المهم بالنسبة لتركيا وأول خطوة في هذا السياق لا شك أنه يتأتى فيما يتعلق بتثبيت هذه الهدنة عبر آليات جديدة يعني الهدنة صحيح أنها هي أفضل الهدن مقارنة مع الهدن السابقة لكننا بإمكاننا نتحدث عن اختراق حقيقي من ميليشيات حزب الله من الميليشيات الإيرانية ومن النظام كذلك وبالتالي أعتقد أن هناك الحديث في الوقت الراهن عن آليات تثبيت هذه الهدنة سواء عبر مراقبين دوليين أو عبر مثلا أفكار أخرى مطروحة أعتقد كإرسال قوات حفظ السلام إلى بعض المناطق لاحقا يعني استصدار قرارات من مجلس الأمن تحت الفصل السابع فيما يتعلق ببعض المناطق التي يتم فيها اختراق هذه الهدنة كل هذه أفكار أعتقد أن كنا الطرفين التركي والروسي معنيان بها حتى يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى وجول التفاوض السياسية ويعني أو نقاط أخرى يتم تبحثها في هذا السياح نعم دكتور آغا قبل يعني في هذا اليوم صدرت صدرت مسودة لبيان أستانا هذه المسودة أهم نقطة فيها أن البيان أن الروسيا وتركيا وإيران تخطط لإنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار للوقوف أو من أجل الحيلولة دون وقوع أي استفزازات برأيك هل يمكن اليوم وبما أن الهدنة أو اتفاق أنقرة الذي أفضل إلى هدنة كما قال سيد قول هي أفضل الهدن برأيك هل هذه الآلية ممكن اليوم على مستوى الأرض أم أن الأمور يعني ستخرج أو ربما لن تستطيع روسيا فرض أي آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والدليل ما يحدث في وادي بردة يعني أولا أنا قلت لك بأن هذا المؤتمر وقضية وقف إطلاق النار هي امتحان هام لروسيا ولمكانتها السياسية ولتعهدها بأن تحل مشكلة السوريين لما تحدثت روسيا عن رغبتها بحل سياسي وجدنا أن الدور الإيراني بدى معرقلا وحتى تصريحات اليوم اليوم قرأت تصريحات عن وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد بوضوح بأن إيران تريد أن تفشل ما يصل إليه هذا الاتفاق وبالتالي سيكون صعبا أن نطمئن إلى كون إيران هي مراقبة للخروقات هل ستقوم إيران بمعاقبة حزب الله إذا اعتدى وماذا ستفعل إذا اعتدى جيشها الثوري الثوري الذي هو الذي يقتل وهو الذي يدمر وهو الذي يحاصر وادي بردة يحاصر عين الفيجة يحاصر القرى وهو يريد أن يضم دمشق وما حولها وريفها عبر طريق آمن يكون خلفية للضاحية الجنوبية وامتدادا لها وبالتالي يريد أن يقططع من دمشق مناطق عديدة لكي تكون مناطق نفوذ له كيف سيكون هو المراقب وصاحب الآليات لوقف اطلاق النار يعني نحن نفهم أن تكون روسيا قادرة على ذلك لأنها ربما كما تحدث الزميل الأخ الفاضل من شادي عندما قال بأن روسيا حققت بعض أهدافها في أنها امتلكت قواعد عسكرية وربما يعني تفهم جيدا بأن العلاقات والموازين الدولية لن تسمح بأكثر من هذا لكن إيران لا تفهم ذلك إيران تريد أن تقضم سوريا كما قضمت من قبل لبنان والعراق وكما تحاول اليوم في اليمن إيران لديها مشروع توسع كبير وإلا ما الذي يدعوها إلى كل هذا الختال الشرس في سوريا للشعب السوري الذي كان بيوصعها أن تكون صديقة له وأن لا تضحي بموقفها وتتحول إلى دولة مجرمة مارقة وإرهابية ومصدر حقيقي للإرهاب من أجل مشروعها التوسعي لذلك أنا لا أطمئن لوجود إيران في هذه الاتفاقية وأن تتحول إلى ضامن وعلينا أن نسأل ما العقوبات التي سيسنها أو ستسنها آليات وقف إطلاق النهار على من يخالف ماذا ستفعل روسيا إذا خالف النظام وماذا ستفعل إذا خالفت إيران أنا مطمئن إلى تركيا لأنها إذا ضمنت المعارضة السورية فهي قادرة بأنها تعرف جيدا بأن المعارضة السورية تبحث عن حل سياسي جاد وحقيقي دعني أنقل هذا السؤال للدكتور شادي دكتور شادي كيف يمكن لموسكو إذا هي ما أرادت اليوم وبشكل واضح المضي في حل يفضي إلى حل سياسي وهذا يبدو اليوم جليا من خلال الاعتراف والجلوس بين دعوة فصائل المعارضة المسلحة والجلوس معها للتوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار كيف يمكن لموسكو تثبيت آلية لوقف إطلاق النار تستطيع بها لجم ميليشيات إيران هل يمكن لموسكو القيام بذلك أم أن موسكو ربما تذهب إلى حلول أخرى ربما من شأنها تقويض ربما النظام الضغط عليه بشكل أو بآخر نها قادرة في الحقيقة على إجبار إيران أو النظام على الإنصياع لموضوع وقف إطلاق النار أود الإشارة هنا أن اليوم الأول شهد خلافات أيضا بين إيران وتركيا بالمناسبة في أستانا حتى أن الوفد الروسي إلى الأستانا التقى بالوفد الإيراني لأكثر من ساعة واستمر اللقاء بينهما لفترة طويلة هناك خلافات على ما يبدو ليست قليلة تجمع الأطراف التلاسة وبالأخص الجانب الروسي والجانب التركي والجانب الإيراني بالطبع هذه الخلافات حسب معلوماتي تدور حول الموقف من جبهة النصرة وهو ما يصر عليه النظام السوري أي أنه يصر على إعلان موقف من المعارضة المسلحة تجاه جبهة النصرة هناك رفض على ما يبدو إيراني وحكومي سوري لمطلب طرحه وفد المعارضة بضرورة انسحاب ميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية الأخرى من الأراضي السورية ومن ثم أعتقد أن الرغبة الروسية لا تكفي ولا تعني أنها قادرة على التأثير وإن كانت صدرة تصريحات في الحقيقة ربما شديدة اللهجة لأول مرة من الجانب الروسي من موسكو وليس من أستانا أشارت فيها إلى مطالبة النظام تحديدا النظام السوري بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المهمة صعبة في الحقيقة ولا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي في أستانا حسب معلومات كل ما سيتم التوصل إليه ربما هو بيان ختامي لروسيا وتركيا وإيران على هذا البيان حاليا تجري خلافات وتوترات بين هذه الأطراف الثلاثة نتيجة للخلافات بين وفد المعارضة السورية ووفد النظام وتحديدا موضوع جبهة النصرة وموضوع حزب الله والميليشيات الإيرانية ومن ثم شخصيا أعتقد أن روسيا ستواجه صعوبة كبيرة في إقناع إيران أو إقناع الحكومة السورية بإخراج حزب الله على الأقل في الفترة الرهنة وفي نفس الوقت دمشق تصر على أن يتخذ وفد المعارضة المسلحة موقفا حازما من جبهة النصرة ومن ثم ندور عمليا في حلقة مفرغة ولكنني أتوقع أن يتم إصدار بيانا إصدار بيان ختامي غدا به الكثير من الأمور العامة وسوف أتوقف الأمر بعد ذلك على كيفية تنظيم آلية مراقبة وقف إطلاق النار لأن هذه الألية كما تعلمون هي صعبة وتحتاج إلى فترة طويلة وتحتاج إلى من ينفذ هذه الألية على الأرض نعم سيد قول برأيك اليوم يبدو أن روسيا وتركيا يتفقان بشأن ما يخص ميليشيات ما يسمى حزب الله والميليشيات الإيرانية الأخرى الموجودة في سوريا والتي تحدث عنها منذ وقت مبكر أو بعد اتفاق أنقرة تحديدا وزير الخارجية سيد قويش أوغلو بما يخص يعني ضرورة انسحاب هذه الميليشيات هذه الحقيقة اليوم تظهر واضحة في أستنا هل تعتقد أن ذلك يكفي للضغط على إيران من أجل التراجع قليلا الذهاب بعيدا خارج الحدود السورية أما أن الأمور ستتعقد بشكل كبير وهذا يعني ربما فشل أستنا في المدى المتوسط أو المدى القريب حتى يعني أعتقد أن روسيا بدأت تتخذ خطوات عملية في هذا الإطار لكنها ربما غير معلنة أو غير ظاهرة لكن المراقبون حقيقة أعتقد أنهم قد فهموها بشكل مباشر مثلا نشر الشرطة العسكرية في حلب تحديدا جاء على حساب ميليشيات حزب الله يعني كلنا نعرف أن حلب عندما سقطت كان هناك الميليشيات هي التي دخلت هذه المنطقة وفي الوقت الراهن الشرطة العسكرية الروسية عندما دخلت هذا المجال بشكل مباشر الهدف الرئيسي في قناعة هو إخراج حقيقة هذه الميليشيات بطريقة مباشرة وبالتالي أعتقد أن منطقة الشمال السوري على سبيل المثال في الوقت الراهن أعتقد أن روسيا بدأت بالتحرك فيه بشكل جاد في إطار ما يمكن تسميته بجعلها منطقة خالية من ميليشيات إيرانية أو ميليشيات حزب الله وبالتالي أعتقد سينتقل هذا الأمر من الشمال شيئا فشيئا إلى مناطق دمشق وما حول دمشق وأعتقد أن هذا الأمر سيعود معنية بهذا الأمر وبالتالي استطاعت روسيا حقيقة ما يمكن تسميته بإنجاح الأسيتان وإنجاح ما يمكن تسميته بالحل السياسي وإلا فإننا سندور في حلقة مفرغة ولا شك أن المعارضة ستعود بشكل مباشر إلى ما كانت عليه ودون أن يكون هناك حتى ما يمكن تسميته بالحسم العسكري واستمرار الحرب السورية بشكل مباشر بين الأطراف المعنية وكذلك بين الأطراف حتى الإقليمية المعنية في هذا الحرب وبالتالي إذا كنا نتحدث بجدية عن حل سياسي ونتحدث عن خطوات في هذا السياق أعتقد أن روسيا كأحد الأطراف الضامنة لا شك أنها ستتخذ خطوات جدية وعملية ليس فقط من أجل إرضاء تركيا أو من أجل إرضاء المعارضة السورية بقدر ما هي أنها تريد حقيقة ضمان مصالحها التي عشرتم إليها قبيل قليل بشكل واضح وأعتقد أن المعارضة إلى حد ما لمست هذا الخطاب من روسيا أو جديد روسيا في هذا السياق وأعتقد أن ما قد قيل على الأقل يعني كوعود للمعارضة السورية وخاصة المسلحة منها على لسان الروس أعتقد أنه يعني كان مفاجئا بالنسبة للمعارضة السورية في إطار ما يمكن تسميته بالوعود حتى الآن طبعا ليست بالضرورة أن تتحقق في القريب العاجل لكن هذا الطرح الروسي أعتقد أنه هو الذي جعل الأتراك من جهة والمعارضة السورية من جهة أخرى تقبل بالذهب إلى الأسيتانة شكرا لك دكتور رياض نعسان آغا من دبي وشكرا لك أيضا دكتور شادي من موسكو ابقى معي سيد قل إذا سمحت نتابع فيهن الرياض القوات العراقية تتقدم في شرق الموصل وتستعد لاقتحام غربها توقعات بإنجاز المهمة في النصف الأول من العام وداعش يعيد التمترس في الرقة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استعدادات عسكرية لإطلاق عملية استعادة الشرق الشق الغربي لمدينة الموصل من قبضة داعش الإرهابي توازيها تحذيرات من المجازر نظرا للكتافة السكانية العالية في هذا الشطر من المدينة قيادة العمليات المشتركة تؤكد امتلاكها خطة محكمة للتوجه غربا في الوقت الذي يتم فيه تطهير آخر الأحياء في الساحل الأيسر وهو ما يرجح إتمام مهمة تحرير الموصل خلال النصف الأول من هذا العام بحسب المراقبين ورغم التقدم الميداني يظل التحوف من عدم وجود خطة لليوم التالي للمعركة عنوانا بارزا في أجندة العراقيين خصوصا في ظل الاستدامات المتتالية بالتعقيدات السياسية والطائفية التي تعيشها البلاد وكذلك إمكانية المحافظة على ما يتم إنجازه على الأرض بعد إعادة تمترس داعش في الرقة فماذا عن السيناريوهات المحتملة لمسيرة هذه المعركة وما بعدها فقر من الموصل وفر إلى الرقة هكذا أصبح حال داعش في المعركة التي طال أمدها تقه كورون جاء بعد الضربات المتلاحقة للجيش العراقية الذي أضحى الساحل الأيسر للموصل في قبضته بعد تحرير حيي الملايين والبناء معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين تمكنت خلالها فرقة المشاء السادس عشر مستعينة بطائرات الهليكوبتر والدبابات المدرعة من السيطرة على مبنى رئيسية كان التنظيم يستخدمه للدفاع عن مواقعه في حي العرب والمناطق المجاورة له على أشده يأتي الدعم الأمريكي لمعركة الموصل حيث نفذت قوات التحالف تسعين ضربة جوية على الزوارق والمراكب وثلاث سفن مقتلة للتنظيم أثناء هروبها من نهر دجلة استعادة الشق الغربي للموصل تأكيدات أعلنتها القوات العراقية في حين تعالت بعض التحذيرات من مجازر قد تقع في الشطر الغربي نظرا لكثافة السكانية هناك انتصارته في المعارك يصاحبه حملات نزوح لعشرة الأسر العراقية التي وصلت إلى مخيم الهول للاجئين الشرقي سوريا هربا من بطش المعارك وفرارا من ميليشيا الحجد الشعبية التي تلوح في الأفق جرائمها الطائفية المتزايدة ضد المدنيين العزل على وقع تراجع داعش ينتظر العراق أن يفقد جزءا من أراضيه بالاستقلال التام بإقليم كردستان بحسب تصريحات رئيس الإقليم مسعود البرزاني فخندق الأقراض العظيم حول المناطق المتنازع عليها يثير مخاوف بغداد من التقسيم إذ أصبح الخندق بحسب مراقبين مقصدا سياسيا وليس لمخاوف أمنية جراء الحرب ضد تنظيم ترجحة المشهد بالموصل يراها مراقبون بأنها توحي باستعادة المدينة بالكامل قبل النصف الثاني من العام الجاري لكن تراجع التنظيم للرقة يصعب المعركة هناك كون المدينة تمثل قلب التنظيم الإرهابي لبرنامج هون الرياض رمضان المطعني وللتعمق في هذا الملف الخاص بتقدم القوات العراقية في معركة الموصل والتوجس من أوضاع ما بعد المعركة نواصل مع ضيفنا من إسطنبول الكاتب الصحفي الخبير في العلاقات العربية التركية الزاهد تقوله من إسطنبول أيضا ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والمحل السياسي مساء الخير جميعا وأبدأ بالدكتور جاسم أهلا وسهلا بك دكتور جاسم يعني لو أردنا اليوم الوقوف تحديدا على ما تم خلال معركة الموصل بعد هذه الفترة التي ربما تكون طويلة أكثر مما ظن البعض أين يمكن أو كيف يمكن وصف هذه المعركة في هذا اليوم نعم مساء الخير تحية لك ولضيوفك الكرام لا شك أن بعد أربعة أشهر من القتال العنيف في مدينة الموصل ذكرت وزارة الدفاع العراقية قبل عدة ساعات أنها تمكنت من السيطرة على الجانب الأيسر من مدينة الموصل بعد معارك عنيفة مع التنظيم في حي الرشيدية وهو الحي الأخير من أحياء الجانب الأيسر التي يقال أنها أخرجت التنظيم لا نعرف إلى أين خرج التنظيم وبالتالي ذكرت المصادر العراقية أنها تمتلك خطة من أجل تحرير الجانب الغربي لكنها ذكرت في ذات الوقت أن هناك تعزيزات قوية للتنظيم داخل الجانب الغربي أي الجانب الأيمن من مدينة الموصل وبالذات في منطقة باب الطوب وغيرها من مناطق مركز مدينة الموصل وقالوا وهذا كلام لبعض المسؤولين العسكريين العراقيين أن التنظيم نشر القناصة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وهذا يعني أن المعركة ربما ستكون شرسة جدا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل كما كانت في الجانب الأيسر وقد ذكرنا سابقا أن المعركة ربما تطول لأكثر من ستة أشهر وها نحن اليوم انتهى الشهر الرابع وما زالت المعارك حتى هذه اللحظة ربما انتهت بشكل أو بآخر في الجانب الأيسر لكن هناك الجانب الأيمن الذي يعد هو المعركة الحقيقية بين التنظيم وبين القوات العراقية المهاجمة أعتقد أن الضحية في كل هذه اللعبة هم المدنيون تقول حكومة أن هناك خمسين ألف مدني داخل الجانب الأيمن وهذا الرقم حقيقة غير صحيح اليوم ربما هناك أكثر من مئة وخمسين ألف نازح بينما تقول إحصائيات هناك أكثر من مليون ونصف مواطن داخل مدينة الموصل إذن هذا يعني أننا ربما أمام أكثر من مليون مدني متواجد حتى الآن داخل مدينة الموصل وقد تحدثنا مع بعض النازحين من أحياء الموصل وقد وصلوا إلى معسكرات النزوح قالوا لقد رأينا الموت والقوات المهاجمة لا تفرق بين المدنيين وبين العسكريين وبالتالي أعتقد أنه بعد انتهاء المعركة سنرى إحصائيات مخيفة للضحايا بين صفوف المدنيين ولا أعتقد أن هذه هي عملية تحرير وإنما هي عملية إبادة لمدينة الموصل وربما هي عملية انتقام من قبل هذا الطرف أو ذاك لأهالي المدينة سيد قول أنتم في تركيا عندما نتحدث عن الموصل تبرز أسماء كثيرة يبرز بعشيقة وتبرز أيضا يعني يعني الاهتمام التركي بهذه المنطقة أنتم في أنقرة أو في تركيا كيف تقرؤون سير هذه المعركة حتى الآن وماذا عن تصور أنقرة لما بعد معركة الموصل يعني أعتقد أن الموقف التركي فيما يتعلق بمعركة الموصل منذ البداية كان يصب في اهتماماته لما يمكن تسميته إلى ما بعد معركة الموصل وهي النقطة الأهم يعني هذا يعني أن إذا تم تحرير معركة الموصل من الدواعش سواء بعد ثلاثة أشهر بعد شهرين ليس المهم التوقيت الزمني لكننا سنكون أمام ما يمكن تسميته بالاستحقاق السياسي هذا الاستحقاق السياسي أعتقد أنه هو الأهم بمعنى أنه إما سيعيد داعش مرة أخرى في العراق كما شهدنا ذلك بسبب سياسات المالكي الطائفية التي أنتجت حقيقة ما يمكن تسميته بالحاضنة الأساسية لداعش التي تواجدت في العراق بسبب الظروف التي مرت بها بسبب إنعدام ما يمكن تسميته بالتمثيل السني في بغداد وبالتالي أعتقد أننا سندخل مرة أخرى في نفق مظلم بالنسبة للعراق أعتقد أن تركيا وغيرها من الدول الإقريمية في الوقت الراهن تتشارك بنفس الرؤية السياسية بمعنى أنها تبحث عن المخارج أو ما يمكن تسميته بمرجعية سنية حقيقية تستطيع حقيقة مرة أخرى النهوض بالشارع السني العراقي وباستطاعته أن يشارك بشكل فاعل فيما يتعلق بإعادة الإعمار سواء في الموصل أو في غيرها من المناطق العراقية الأخرى التي نكبت حقيقة بسبب الإرهاب من جهة وبسبب سوء السياسات التي اتباعتها حكومات بغداد من جهة أخرى وبالتالي أعتقد أن هناك تحضيرا لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لكن لا شك أن الأطراف الإقليمية سواء كانت تركيا والسعودية والأردن أو غيرها من الدول الإقليمية المؤثرة حقيقة في الحالة السنية العراقية تكون شركة فيه بحيث أنها تستطيع إنتاج ما يمكن تسميته بالمرجعية السنية التي تفتقدها بغداد الآن يعني المرجعية السنية أو التمثيل السنية حقيقة في بغداد الآن لا أعتقد أنه ترضي العراقيين في الخارج من جهة أو كذلك ترضي حتى الشارع العراقي أو المناطق العراقية السنية التي لا ترى أنها ممثلة بشكل جدي أو بشكل حقيقي في بغداد كما هو التمثيل الشيعي مثلا رغم اختلافاته ورغم توجهاتها السياسية المتعددة المختلفة المشكلة في التمثيل السني وأعتقد أن هذا ما يجب حقيقة على تركيا وغيرها من الدول أن تأخذها بعين الاعتبار حتى لا يتنزلق العراق مرة أخرى في أتون حرب حقيقية داخلية أهلية هذه المرة ليست بالضرورة أن تكون بسم داعش لكن بمسميات أخرى تنتج دواعش جديدة لن تخرج العراق حقيقة من نيران هذه المعارك الأهلية لن تستطع تنتج ما يمكن تثبيته بالمصالحة الوطنية الجادة شكرا لك سيد زهد بول على انضمامك معنا سنضطر إلى توديعك في هذه اللحظة وأنتقل إلى سيد أو دكتور جاسم الشمري دكتور سمعنا من السيد قل قلق ربما هو يستقيم من القلق داخل العراق المخاوف لما بعد الموصل تنشأ من إشكال سياسي بحث وهو سبب نشوء التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش التمثيل السني القوة السنية في بغداد هل برأيك السياسيون في العراق اليوم لديهم تصور واضح لمرحلة ما بعد معركة الموصل أو ما بعد داعش حقيقة قبل هذا الكلام نود أن نتحدث عن التمثيل السني والحكومة تقول والتحالف الوطن الشيعي الحاكم يقول أن هناك أقلية وأكثرية على اعتبار أن السنة في العراق هم أقلية ولا يوجد شيء يثبت هذه القضية هم جاءوا في مرحلة ما بعد احتلال أمريكي وقالوا نحن الأكثرية والسنة أقلية وهذا الأمر ترتب عليها أصوات السنة في البرلمان والتمثيل حكومي وغيرها وهذا الأمر معروف وواضح للجميع وبالتالي الحديث عن أن موثلين السنة فقط هم داخل العملية السياسية وتناسي أكثر من أربعة ملايين سنة مهجرين الآن خارج العراق أعتقد أن هذا الأمر فيه إجحاف لطائفة مهمة من أبناء الشعب العراقي هذا أولى القضية الثانية قضية العراق ما بعد الموصل تعلمون أن هذه القضية معقدة جدا وربما سيذهبون إلى الخيار الذي تحدث به السيد أثير النجاي في محافظة النينو السابق الذي قال أن الموصل ربما ستقسم إلى ست محافظات وهذا الأمر حقيقة خطير وربما ينذر بتقسيم مجمل الدولة العراقية إلى ثلاثة أقاليم كما طرح بايدن سابقا إذن ينبغي إن أردنا أن نبني العراق ثانية أو أن نبني الثقة بين العراقيين إيجاد حكومة عراقية عادلة لا تفرق بين العراقيين على أساس المبدأ أو الدين أو العرق أو الطائفة فقط تفرق بينهم على أساس مبدأ المواطنة في ظل دولة مدنية عادلة وهذا الأمر حقيقة اليوم غير موجود وبالتالي أعتقد أن استمرار تغول ميليشيات في المشهد العراقي وهذا الأمر حاصل حاليا بدعم واعتراف الحكومة أظن هذا لا يخدم الدولة العراقية وأيضا لا يخدم ما يمكن أن نسميه الهدوء في الشارع العراقي بعد مرحلة الموصل إذن القضية هناك خلل في بنية الدولة العراقية ينبغي أن ينتهي هذا الخلل ثم بعد ذلك ننطلق انطلاقات صحيحة في التمثيل الصحيح لكل مكون وإيجاد مصالحة عراقية بضمانة دولية يستثنى منها القتلى والمجرمين وسراق المال في العراق لكن أنتم تعرفون أن حتى في وقت الانتخابات وما آلت إليه الانتخابات السابقة ربما في العراق والتي آلت رقميا إلى الدكتور إياد علاوي تم العبث بها لمصالح نور المالكي وأتت لاحقا بسياسة الفرز الطائفي وتهميش السنة وبالتالي ما وصل إليه العراق اليوم من السيطرة على ثاني أكبر مدنه من قبل ميليشيات متطرفة إرهابية باقتصار إذا سمعت أنا أعتقد أن قضية أو كذبة ما يسمى الديمقراطية قد انكشفت للجميع وبالتالي هناك تسلط واضح من أطراف التحالف الشيعي الحاكم وبالذات من حزب الدعوة الذي يترأسه السيد نوري مالكي هذا الأمر بات واضحا لجميع وعلى أساس هذه النظرية تسير مجمل الأمور في العراق وإن بقيت الأمور على هذا الوضع أعتقد أن المالكي قادم كرئيس وزراء للعراق مرة ثالثة وهنا أعتقد ستبدأ الكارثة كما ذكرت سيد مسعود برزاني أن الإقليم سينفصل عن العراق في حال عودة المالكي رئيسا للوزراء لأن هذا الرجل أثبتت التجربة أنه لا يعمل من أجل جميع العراقيين وتعلمون أنه في فترة السنوات الثمانية عجاف التي حكم فيها العراق كانت من أسوأ مراحل التاريخ العراقي الحديث إذن العراق بحاجة إلى حكومة وطنية لا تفرق بين الجميع وإنما على أساس مبدأ المواطنة فقط وهذا الأمور غير موجود حتى الآن شكرا لك دكتور جاسم الشمري كنت معنا شكرا لكم أعزائي المشاهدين نراكم غدا هنا الرياض شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم